صنع سكان إحدى ولايات الشرق الجزائري الحدث ووصفوه بالشجاعة منقطعة النظير بعد أن استفزهم منشور على فيسبوك لرئيس بلديتهم فخارجوا بالألاف لإزالة صورة رئيس البلاد والدوس عليها بالأقدام إلى أن أقيل عمدة البلدية في اليوم نفسه أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية قرر زيارة الشرق الجزائري وبالتحديد هذه الولاية وتسمى خنشلة شرقية جزائر غالبية سكانها من الأمازيغ ويعرفون بالشاوية إذا ذكرت الشاوية في الجزائر ذكرت الشهامة الأنفة والشجاعة في مواجهة من يتحداهم كما يعرف عنهم محليا نشر المرشح رشيد نكاز فيديوهات على المباشر على صفحته في فيسبوك قال إنه سيتجه إلى عدد من المدن من بينها خنشلة تابع التصريح الذي أغضب رئيس البلدية أنا جيب بلادي فهمتني ولا لا تبقوا ولا تكرهوا ونجد حملاتي ونروح بسعدة أصباح كما تلتها في البرنامج ومن بعد بسيلة ومن بعد باتنا ومن بعد دوم المواقع ومن بعد خنشلة ومن بعد تمسها تمسها ومن بعد صفحتها ومن بعد قلمة عنها بسكيدا سنتينة جيجل بجاية تيزيوز وبويرا أعلى في بلادي رئيس البلدية كمال حشوفه أيضا نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماعه لفيديو المترشح وإنه قادم إلى مدينة فقرر أن يتحدى في الواقع وفي فيسبوك أيضا قام رئيس البلدية بتعليق هذه الصورة الكبيرة لبوتفليقة مع علم ضخم يغطيان واجهة المبنى كي يتحدى المرشح لم يرضى السكان بها وطالبوا بإزالتها دون جدوى قبل مجيء نكاز بيوم واحد نشر أيضا هذا المنشور الذي قال فيه أنه أو أنا هو رئيس البلدية ومساند لبوتفليقة ومن كان فيكم رجلا فليخرج إلى الأمام أمام مبنى البلدية وسيرى جاء المنشور مع صورة لشقيقي الرئيس السعيد وناصر هذه الخرجة أو هذا الظهور لم تعجب طبعا سكان خنشلة وبعد الانتشار الواسع لتعليقه على فيسبوك وتحديه زيارة نكاز لجمع التوقعات هذا ما حدث خرجوا بالمئات وهناك من قال بالألاف وهتفوا باسم رشيد نكاز رئيسا للجزائر وانزلوا صورة الرئيس من على المبنى وسط حتافة الغاضبة هذه الصور جابت المواقع وانهالت التعليقات عبر كل المنصات أما الأخطر والذي عد من طرف كثير من المراقبين سقوطا ولو ربزي للنظام هو هذه الصورة صورة عبد العزيز بن فيقى الرئيس الجزائري التي أنزلت من عالم بناية البلدية تم الدوس عليها بالأحذية كما يظهر وسط حتافات النهضة لهو والعهد الخامسة في محاولة المتظاهرون إحراق هذه الصورة مرت الليلة بهدوء دون وقوع أي أعمال شغل لكن رئيس البلدية بعد المظاهرة مباشرة تمت إقالته في اليوم نفسه من منصبه وفي اليوم الموالي أرسله بمنشور على فيسبوك وقال إنه ليس صاحب المنشور المستفز وإن صفحته تعرضت للقرصنة ربما لم يجمع رشيد نكاز مسيرة حاشدة بهذا الحجم ما أدى إلى إغمائه فرش بالماء بحسب هذه الصورة التي يظهر فيها والتي تشرت بسرعة البرق ثم تبين أنه أغمي عليه بسبب التدافع من قبل سكان خنشلة لمصافحته لمن لم يتعرف على رشيد نكاز عن قروفه هو رجل الأعمال الفرنسي من أصل الجزائري الذي يدفع بالغرامات المفروضة عن من أو على من يتدين الجلباب في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى طبعا على مواقع التواصل على فيسبوك أمين خليل يقول شكون اللي انتخب هذا الشخص كيفاش حتى صار حاكم البلدية ألستم أنتم اللي نصبتموه أم إنه نصب نفسه بنفسه المرة القادمة لازم تعرفوا من من الأشخاص تزكون يلغى في الدنيا هذه تجارب وهنا يقول مونة أو تقول مونة تحية لشعبنا المتحضر تحية لشعبنا المتحضر لا تكسير لا تخريب ولا أي مخلفات دامت مواقف إرقاز وهنا أيضا بمعنى مواقف الرجال زيروتي تقول ما حدث اليوم في خنشلة هو سلوك حضاري لشعب قام بردة فعل بطريقة سلمية معبرا في ذلك عن وجهة نظري فلا بد من احترام هذا الشعب هبى رحمن تعلق في حقيقة الأمر نحن شعب المغلوب على أمره فكثرة الاستفزازات والاستغباء والاستحمار جعلت منا نثور ما يحدث معنا هذه الأيام شبيه بالحرب الباردة مع إننا نعلم مسبقا أنه لا مجال للتغيير لم يصدر أي موقف رسمي بشأن ما وقع في خنشلة لكن هذا ما جاء على لسان وزير الداخلية الجزائري بشكل غير مباشر كما تقول بعض المصادر يقول إننا أقوى من كل هذه المحاولات التي نملك ونتصدى به لها وإننا قادرون على حماية البلاد نحن من عشنا سنوات الدم والتخريب وعانينا لعشرية كاملة واليوم نحن ننعم بالأمن وبالفرص الكثيرة التي ساعدتنا على الوقوف من جديد لحد الآن لم تسمح السلطات الجزائرية بالتظاهر وتقول إن هذا أو تسمح بالأحرى بالتظاهر وتقول إنه هذا الحق مكفول لجميع الجزائريين عكس ما يقول المعارضون ولم تتدخل الشرطة في خنشلة على الرغم من إنزال صورة الرئيس وسحقها كما ظهر في الفيديو لكن هل هذا الحق مسموح به في العاصمة الجزائرية كثيرون يشككون في ذلك وستكون هناك دعوة لتظاهر يوم الجمعة القادمة قد تكون أكبر اختبار للسلطات الجزائرية ترجمة نانسي قنقر